لا يخفى على أحد أن بواجر الفساد في العراق بدأت مع دخول قوات الاحتلال الأمريكي ولا يخفى أيضا أن هذا الفساد تجذر ووجد له مرتعا خصبا في عهد رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي حين أصبح الفساد مؤسساتيا منظما يهيمن على جميع مفاصل الدولة العراقية صحيفة ديلي بيست الأمريكية قالت أن القضاء الأمريكي يحقق حاليا في شبهات فساد بعقود أمنية داخل العراق تورطت بها شركة كويتية تعامل معها المالكي وفي تحقيق استقصائي أوضحت الصحيفة أن وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقا موسعا مع شركة التعاقدات العسكرية سالي بورتغلوبر سيرفزز للتأكد من دورها في تقديم ريشا لمسؤولين عراقيين مقابل الفوز بعقود استثنائية الصحيفة تقول أن أفراد متنفذين بضمنهم المالكي لهم علاقات مع شركة آفاق الكويتية التي سهلت وباعت حق وصول عدد ضخم من عقود عسكرية أمريكية وأكدت الصحيفة أن أكثر من ثلاثين مصدرا أجرت معهم لقاءات بضمنهم متعاقدون وأشخاص يعملون في الحقل التجاري في العراق طلبوا عدم ذكر أسمائهم خشية ردود أفعال محتملة عشرة من تلك المصادر يملكون بحسب تحقيق الصحيفة معلومات مباشرة عن تورط المالكي وأكدوا أنه كان مهيمنا على شركة آفاق وأن نجله أحمد وصيره ياسر اسخيل وهو نائب حالي يتعاملان أيضا مع آفاق المتهمة بعقود فساد ضخمة مسؤول غربي كبير سابق خدم في عدة جولات في العراق لخص القصة بالقول أن الحكومة الأمريكية أعطت المالكي أموالا مشبوهة وسلاحا لمساعدته في بناء حكومة ظل حقيقية مشيرا إلى أن فساد المالكي ساعد بشكل مباشر في ظهور تنظيم الدولة الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق قبيل انتهاء ولايته الثانية في عملية وصفها مراقبون حينها بأنها مرسومة ومحسوبة النتائج ترجمة نانسي قنقر